ولكن النادي الاهلي بيوصل رحلته بيوصل رحلته ازاي؟ بيوصل رحلته في اسبوع كان النادي الاهلي عنده فيه مباراتين في الدوري عندك هدف كبير وخلال الوصول للهدف ده عندك اهداف تانية عندك اهداف تتعلق ببطول الدوري غايبة بقالها موسمين وهذا لا يعتده النادي الاهلي وتحديدا هذا لم يحدث من بداية موسم 2005 انت مخسرتش الدوري اي سنتين وربعة وده بالنسبة لكتير من الاهلوية كان شيء صعب بل شيء صعب جدا ان النادي الاهلي يخسر الدوري للموسم الثالث وكان عندنا كلنا تحدي قلنا هنا ان خسارة الدوري للعام الثالث على التوالي غير مقبولة بالمرة بل قلنا في لحظة من اللحظات ان يمكن تحقيق الدوري هو اهم بطولة هذا الموسم ولكن انت النهاردة في نهاية افريقيا انت النهاردة متصدر الدوري انت النهاردة الفريق اللي الحمد لله بيحقق بطولة الكاس بيحقق اتنين سوبر مصري وما بنش بعش وهي دي الفكرة ان انت وانت بتحقق هدف عندك هدف تاني وانت بتحقق الكاس جمهورك بيهتف بالسوبر وانت بتحقق السوبر جمهورك بيهتف بافريقيا وانت رايح تلعب نهاية افريقيا عندك متشين في الدوري كانوا مهمين بل لسه فيه مباراة كمان قدرت تحسن مباراتين قدرت تتحقق الفوس في مباراتين ولكن رحلتك نحو الاميرة الافريقية هي رحلة شديدة الخصوصية ان شاء الله نوصلها واحنا بكل لعبتنا لان الامر صعب جدا 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 وهقول لكم ليه هو ده قدر النادي الاهلي يا فرسي يمكن احنا قلنا هنا في البرنامج ده مرات ومرات قلنا ان قدر النادي الاهلي قدر المسؤولين قدر الاجهزة الفنية قدر اللاعبين قدر كل ما هو منتمي للنادي الاهلي ان هو بيلعب على رقم واحد اه المعادلة صعبة اه ممكن تكون في وقت من الوقات يا جماعة مش معقول نفضل نلعب على رقم واحد حتى في كل الالعاب لا هو ده قدر النادي الاهلي عشان كده احنا النهاردة بنتمنى بإذن الله ان احنا واحنا على الهواء نحتفل ببطولة بالسري ونجوم النادي الاهلي في كرة السلة اللي بيعيده تاريخ لعبة كرة السلة محليا وبإذن الله إفريقيا هو ده قدر النادي الاهلي ان انت النهاردة قاعد بتصدر الاحباط لكل منافسيكم سابقة الدورة العام لدرجة ان البعض بدأ يتحدث عن فكرة هو ده دور يا جماعة اللي بينتهي بدون اي منافسات هو ده الاحباط اللي انت بتصدره في بطولة الكاس في بطولة السوبر اللي البعض قالك انا عندي كاس القرامة اهم من بطولة السوبر ثم تراجع وقالك انا عايز عيد مباراة السوبر ليه؟ لان بدأ يستشعر ان كل شيء الموسم ده اصبح في متناول النادي الاهلي فربنا ان شاء الله يكمل على خير ونقدر نحسن بطولة الدورة انت عندك 11 مباراة عايز منها تفوز في 6 مباراة فقط لغير او تفوز 5 مباراة تعالى مبارتين تقول ان انت محتاجه 17 نقطة في حالة ان كل المنافسيك فازوا في باقي المباراة المتبقية لهم واعتقد شايفين مستوى المنافسين الامر صعب جدا والتنافس هذا العام على المركز التاني على وصافة النادي الاهلي النادي الاهلي اللي كان صعب بل حاجة ممكن تبقى بتحصل للمرة الاولى في التاريخ في حالة لقدر الله اننا نخسر الدوري التالت على التوالي احنا دايما كده كل 10 سنين احيانا بيقع منك بطولتين دوري بيقع منك مسلمين دوري ممكن في العشر سنين يقع منك 3 موسم دوري لكن عمرهم ابدا ما كانوا متتاليين عشان كده كان يمكن مجلس الادارة مركز جدا في الطولت الدوري يمكن الجهاز الفني وتحديدا مرسيل كولر كان كاتب يعني حاجة كده للعبين فأول تدريب لوم ان فيما معناه الدوري 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 لا محالة عشان كده الراجل وهو بيلعب مباراة الدوري اللي فاتت كلها الناس تبدأ تلوم ان انت ليه تلعب الفريل الاساسي تعالى النهاردة لعب امام طلع الجيش لما بدأ يستشعر ان هو اصبح على مقربة من تحقيق البطولة اللي غابت سنتين وما ينفعش تغيب التالتة فبدأ يريح لعبين عشان كده مباراة طلع الجيش اللي فاس فيها النادي الاهلي اتنين صف هي مباراة اتحقق فيها كل الاهداف ايه هي الاهداف؟ اولا راحت نجوم الفريق قبل مباراة الوداد والفريق كله نجوم ده رقم واحد رقم اتنين هو ايه؟ تحقيق السلاس نقاط تحقق وحققت السلاس نقاط رقم تلاتة بعض اللاعبين اللي كانوا غايبين عن حاسية المباراة الرسمية يبدأوا يدخلوا فيه المباراة الرسمية وشفنا ازاي افشا مباراة وعمر السلاية في ليالي الجمعة وكأننا محتاجين ان كل مباراة النادي الاهلي تكون في جمعة عشان نشوف السناء ده افشا وعمر السلاية وتزديدات من خارج التمنتاشر وراق الجزاء وبناء عليه افشا حصل على رجل المباراة واكيد اكيد مع جمهير النادي هيحصل على لاعب الجولة لكن مش ده بس المكسب كان فيه مكسب اخر هو لو يقول اهمية فارس وهو ان انت تخرج من المباراة دي وانت ما عندكش اصابات جديدة لان بالتأكيد ده امر يزعج مرسيل قلر يزعج لعيب النادي الاهلي وبالتالي احنا كان عندنا اصابة واحدة عارف انت عندنا اصابة واحدة اللي هي مصطفى شبير وان شاء الله ان شاء الله لا تؤثر على جاهزيته وايضا عندنا علي رطفي وعندنا كابتل محمد شناو باذن الله يعودوا قريبا عشان الفريق يدخل مباراة نهاية افراقيا وهو مكتمل تماما ان شاء الله